ضمائر النصب لا يستطيع الكثير من الناس توظيف الضمائر النحوية كما ينبغي كيف يا معلم؟ عرفنا ما هو الضمير الضمير هو اسم يحل محل الاسم الظاهر ويغني عن إعادة ذكره يقسم الضمير من حيث الإعراب إلى ضمائر رفع ونصب وجر وذلك وفق موقعها في الجملة أما ضمائر النصب فتنقسم إلى ضمائر النصب المتصلة وضمائر النصب المنفصلة ضمائر النصب المتصلة هي ناء المتكلمين أو المفعولين الها ياء المتكلم الكاف للخطاب مجموعة في كلمة ناهيك سميت متصلة لأنها لا ينطق بها وحدها بل تأتي متصلة مع الفال أو الحرف الناسخ مثل يسمعها إنك وتنقسم ضمائر النصب المتصلة حسب الضمير إلى ضمائر المتكلم ناء المفعولين أو المتكلمين ساعدنا يساعدنا ياء المتكلم ساعدني 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 ضمائر المخاطب كاف المخاطب ساعدك يساعدك كاف المخاطبة ساعدك يساعدك كما للمخاطبين وللمخاطبتين ساعدكما يساعدكما كم للمخاطبين ساعدكم يساعدكم كن للمخاطبات ساعدكن يساعدكن ضمائر الغائب هاء الغائب ساعده يساعده ساعده هاء الغائب ساعدها يساعدها ساعدها هاء الغائبين الغائبتين ساعدهما يساعدهما ساعدهما هم للغائبين ساعدهم يساعدهم ساعدهم هن للغائبات ساعدهن يساعدهن ساعدهن سميت بالنصب لأن موقعها النصب إذا اتصلت بالفعل ساعدهن أعربت ضميرا متصلا مبنيا في محل نصب مفعول به كما في أخبرني الأستاذ أنني أبليت بلاء حسنا في المناقشة ياء المتكلم ياء المتكلم تعرب ضمير متصل مبنيا في محل نصب مفعول به مثل كانت تثق بأن والدها سيساعدها في المذاكرة هاء الغائب هاء الغائب تعرب ضمير متصل مبنيا في محل نصب مفعول به أبي سأرافقك إلى السوق كاف الخطاب تعرب ضمير متصل مبنيا في محل نصب مفعول به كرمنا المدير لتفوقنا الدراسي ناء المفعولين أو المتكلمين تعرب ضمير متصل مبنيا في محل نصب مفعول به وإذا اتصلت بحرف ناسخ بإن وأخواتها إن أن كأن لكن لعل ليت أعربت ضميرا متصلا مبنيا في محل نصب اسمها نعم أخيرا هذا صحيح أنا أعرف الكثير الآن بعض من الأمثلة لتكتمل الصورة إنه إنهم كأنكما لكنك لعلنا ليتها إنه شجاع لعلك تنجح إنني مسافر طيب وماذا عن ضمائر النصب المنفصلة؟ آه ضمائر النصب المنفصلة تبدأ ضمائر النصب المنفصلة كلها بإيا وسميت منفصلة لأنه يبدأ بها النطق أو تأتي بعد إلا فلا تتصل بشيء وسميت منصوبة لأنها تأتي في محل نصب إياك رأيت وما رأيت إلا إياك تنقسم ضمائر النصب المنفصلة حسب الضمير إلى ضمائر المتكلم لفظ يدل على من يتكلم إيايا مذكر إيايا مؤنث إيانا مثنى بنوعي إيانا جمع مذكر إيانا جمع مؤنث مثل إيانا قصد المعلم ضمائر المخاطب لفظ يدل على من نخاطبه أمامنا ويمكن توجيه الحديث إليه إياك مذكر إياك مؤنث إياكما مثنى بنوعيه إياكم جمع مذكر إياكنا جمع مؤنث مثل إياك نعبد وإياك نستعين إياك أنادي يا فاطمة إياكما أعني أيها الرجلان إياكم أكلم إياكنا أدرس ضمائر الغائب لفظ يدل على شخص أو أشخاص غائبين أي غير متواجدين إياه مذكر إياها مؤنث إياهما مثنى بنوعيه إياهم جمع مذكر إياهن جمع مؤنث مثل إياها أعطى المعلم كتاباً مفيداً إياهما أنادي ولا يسمعان أتمنى أن هذا الشرح المستفيد قد أفادكم لتوظيف ضمائر النصب يا أحبائي لغتنا جميلة فلنحسن استخدامها ترجمة نانسي قنقر